طبعاً إحدى المخالفات المرورية اللي دائماً ما نتكلم عنها شمس مخالفته؟ هس هي مخالفة الستار اللي بالكاميرا جاي تلاحظونها أمامكم نعم غرامة الستار يعني حسب القانون المرور رقم 8 سنة 2019 غرامتها 200 ألف دينار حسب الفقرات الثالثة الماردة 15 السلام عليكم شونك أخوية إن شاء الله بخير نحن شاكراً لإنتزامك وإرتدائك حزام الأمان وهذا دليل على وعيك وثقافتك المرورية لكن عندك مخالفة نعم شنو مخالفتك؟ أكيد البردة أكيد البردة إجازة سنوية إذا ممكن إحنا للأسف فيما يخص الستار دائماً ما ننبه أخوان نساء قيل مركبات عليها عمودي جنبون نفسهم المخالفة والغرامة لكن للأسف نشوف الصراحة سيارة موليوم والأخوية ما أدر بيها حتى حاطبية بردة يعني رح يتغرم من وراث رح يتغرم جسوي لو أتر رح تتغرم لا تتغرم تنزل تفتح نياها وحتى الجانبيات هذه المخالفة ثانية هذه المخالفة ثانية تدري إجازة أن تنتهي؟ نعم 23 سنة بالدول يا الله وانتبعني تمام ترجل تزيل المخالفة فيما يخص هذا النوع من المخالفات نصحتك الأخرونك السائقي المركبات خاصة اللاحظ موضوع جداً مهم هو الستار يعرحون أغلب السائقي أنه هي ممنوعة لكن للأسف الشديد يستمرون بهذه المخالفة أولاً هي مخالفة قانونية بالإضافة إلى أنه تمنع تحجب الرؤية لمركبات خلفك إذا تريد تستدير إذا مثلاً لا سمح الله سيارة خلفك يعني هي هاي المخالفة نقول عليها شون نقول مثلاً إلك يعني هاي مفروض أنه كسائق مركبة تكون الرؤية واضحة عندي عمود يتجنب الحادث لكن للأسف نشوف بعض سائقين المركبات ما يلتزمون بهذا الموضوع شنو فيما يخصها سيحنا عند مخالفتين شنو الغرامة أو المخالفة راح تنفرض على أخر نحن القانون اللي عاقب بالعقوبة الأشد هاي متعارف عليها نعم فنعاقب على الستار نعاقب على الستارة ومخالب على الستارة عا الستارة حسا نصيحتك إلى نفسك حتى لو المركبة مو إلك لكن بما أنه إنت دا تقودها بالشارع أنت مسؤول عليها قانوني صحيح نصيحتك إلى نفسك وإلى أخوانك سائقين المركبات لا ما تفيد التضليل ما يفيد التضليل ما يفيد هذا هو مو تضليل وإنما هي ستارة حتى لو يعني بسي حارة على مود الحر ومخليينه على مود الحر لكن هذا يعرف نفسه للمخالفة أطبقه طبعا فإحنا نتمنى لكل الصحة والسلامة نتمنى أنه أخوك يلتزم لأنه المركبة موحلة أنا أتمنى لكل الصحة والسلام شكرا جزيلا